في حد من الأولاد عايز سؤال دلوقتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن للسيدات نقصات عقل ودين فعايز أعرف بس إيه السبب بتاع الحديث ده السبب بتاع الحديث ده إنه ربنا سبحانه وتعالى خفف عن المرأة وقف معاها التخفيف جاي منين؟ جاي فيه قضيتين القضية الأولى هي قضية الصلاة والصيام ربنا سبحانه وتعالى اشترط الطهارة في الصلاة البنت بعد ما تبلغ بيحصل عندها حاجة اسمه الحيد الحيد ده بيسموه في الإنجليزي إيه؟ الفترة بيريود البيريود خلاص؟ صح فلما البنت بيجيها البيريود البيريود دي ممكن تقعد يوم أقلها يوم وممكن تقعد خمستاشر يوم فلما تيجي تصلي بنقولها سيبي الصلاة طاعة لله شوف شوف إزاي يعني أقول الإنسان ده صلي والإنسان ده ما تصليش عبادة لله شوف الطاعة معناها إيه؟ أن تعبد الله كما يريد لا كما تريد فبقول لها سيبي أيام البيريود ما تعمليهاش ما تصليهاش وما تصميش الصيام تبقي تقضيها ثلاث تيام أربع تيام خمس تيام تقضيها بعد رمضان طب لو صامت لا يقبل صيامها وتكون قد ارتكبت حراما طيب فقال لها خلي بالك من الحتة دي أنت فيه جزء من حياتك اتخفف عنك التكليف بدل ما تصلي في الأسبوع خمسة في تلاتين في الشهر أربع مرات مية وعشرين صلاة هتصلي فقط مية خمسة وعشرين يعني فيه ديسكاويت يعني فيه إيه؟ خاصم قادي النقصان بتاع الدين أصل القضية دي برضو في الشهادة الإشهاد الإشهاد نجيب اتنين رجالة أو رجل واتنين ستات فده الإشهاد ده بيساعد المرأة على وضع معين هشرحولك دلوقت إنه على السلام بيقول للبنات بيقول هل هو ذك بالعمية كده أه منكو منتو كأنه بيقول كده يعني كأنه لو تكلم بالمصري يقول كده صلى الله عليه وسلم أه منكو منتو قد الكف وتقتله مية وآلف يعني بيت فسفوسة كده هو وتدور دماغي الراجل من دول تخليه وهو عاقل كانه مجنون البنات يحبوا الكام ده قوي يعني قوي ما يسمعوه إحنا يعني الندوخ اللي قدامنا آه يه يكلمهم كده عايز يهصر معه فبيقول لهم بس خلي بالكم انتوا على فكرة عندكم حتة نقصة هنا في الدين اللي هي الحاجات اللي ما بتصلوهاش وكده اللي ربنا امركم بيها وحتة نقصة هنا في العقل اللي هي الشهادة فهم قالولوا قالولوا يعني احنا مجانين يعني ولا احنا كده قال لا نقص عقلها في الشهادة ونقص دينها على طريق ان المرأة ورح قال لها الحكم اللي هو بتاع ترك الصلاة والصيام في اثناء البريوت نوع من انواع المداعبة مع البنات اللي بيقول فيها صلى الله عليه وسلم معاهم يا بنات انتم ما تستضعفوش نفسكم ده انتم ممكن تاملوا حاجات كتيرة فبالخفة شوية اتقوا الله يعني يعني خففه شوية ادي اللي حصل والحديث اخرجه والبخاري ومرح شايل السياق والسباق واللحاق وقال لك ده هي الاسلام بيقول عليها مجنونة وبيقول عليها فاسدة ما حصلش طب واللي بيقول كده ده بيغير حدود الله ده بعايز يهد الخيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد بناها واللي سيدنا الرسول اراد بناها فالسؤال حلو بدي اراد بيست